نبقى في شأن الفلاح حيث وقال تجار أوروبيون عن الديوان الجزائري المهن الحبوب اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت يوم الثلاثة وأفادت تقديرات تجارية ولية غير مؤكدة أن الكمية تتراوح بين أربعمائة ألف طن واربعمائة وخمسين ألف طن لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في وقت لاحق وحددت تقديرات تجار الأولية الأسعار عند نحو 245 دولار للطن شاملا تكليف الشهر